أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين أمنيين مصريين بسقوط مقذوف في مدينة نويبة على البحر الأحمر ولا تزال السلطات تجمع المزيد من المعلومات كما ذكرت رويترز نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المقذوف الذي سقط في مصر مرتبط فيما يبدو بتهديد جوية فوق البحر الأحمر وأنه على علم بوقيع حدث أمني خارج حدوده